تمكنت مصالح أمن ولاية تيزم سيل في عملية ثانية قامت بها مصالح أمن دائرة خميستي بعد استغلال معلومات في مفادها وجود كمية معتبرة من مواد غذائية واسعة لاستهلاك زيت المائدة إضافة إلى السكر على مستوى مخزن متصل بمنزل صاحب محل تجاري مخبأ قصد المضاربة وبعد استفاء الإجراءات القانونية بالتنسيق مع عوان مديرية التجارة تم مدهمة المكان وحدث كمية معتبرة من مادة الزيت النباتية قدرت بمجموع 1068 قرورة أي ما يعادل 1500 على النحو التالي التغطية لمحمد سعيد أرغي